الجاني بعد يومين يشكي لي بدمع العين ويقول لي بقلبه حزين يا ست يرحمين من صوتك وكفايا نكن انت منفسن عشان طول عمري الديفا ومسيطرة وكلمتي هيا اللي بتامشي واللهي انا مش منفسن انا مخنوق ومش عايز حدي يفكرني ولا يغنيلي اغاني كلها حزن وشجل يعني عايزة تغني ادينا حاجة فريحي طلوا احبابنا طلوا نسا مياها وبلادي بين ارباعنا حلوا ضحكة زهرات الوادي بالفيات غنينا وعالميات تلاقينا مش معقولة الروح الحلوة دي يلا بقى بالمناسبة الحلوة دي نعمل فطاير فول بالزعتر عشان اعمل الفطاير بتاعتي اول حاجة لازم اعمل حشوة الفول والزعتر هحط شوية زيت زاتون وحضيف عليها الفول حهرسه بالهراسة حضيف عليه عصير اللمون حضيف التوم وحضيف الزعتر حتبل الكل بالملح والفلفل وحقلبهم كويس قوي على النار مدة خمس دقايق حجيب عيشي التورتية وححط فيه معلقة من خليط الفول بالزعتر والرش عليها شوية طماطم مفرومة وشوية بصل مفروم حلفه على شكل ساندويتش وبعد كده حناخدها على الشوية تشوي هحط عليهم حلة تقيلة او مليانة مية عشان تخليهم يتشوحوا كويس وما تنسوش تقلبوهم كل تلات دقايق الناحية التانية عشان يتحمروا من الناحية تانية وبكده تكون الفطاير بتاعتنا جهزت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة